بسم الله والحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله وأهلاً وسهلاً بكم إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات في التعليم المستمر للصف الأول الابتدائي بمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى عن درس جديد ألا وهو درس صفة الصلاة وهذا الدرس بإذن الله تعالى سيكون على ثلاثة أجزاء اليوم بإذن الله سنأخذ الجزئية الأولى أما الجزئية الثانية والثالثة فستكون بإذن الله تعالى في دروس أخرى دعونا إخواني وأخواتي قبل الشروع في هذا الدرس أن نتذكر وإياكم ما سبق أخذه في الدرس الماضي وهو ما يتعلق بفرضية الصلاة وقد تكلمنا في هذا الدرس عن تاريخ فرضية الصلاة وقلنا أنها فرضت في ليلة الإسراء والمعراج في السماء السابعة وذلك قبل البعثة وحينما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة وفرض الله عز وجل عليه خمس صلوات في اليوم والليلة وأخذنا أيضا حكم الصلاة وأن الصلاة واجبة على من توفرت فيه الشروط التالية والشروط هو أن يكون مسلما بالغا عاقلا ذكرا كان أو أنثى فإذا توفرت هذه الشروط فإن الصلاة في حقه واجبة بل هي فرض بل هي ركن من أركان الإسلام ويدل لها قوله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين والأمر من الله عز وجل هنا للوجوب وعرفنا أيضا أن الصلاة إذا كانت واجبة على المسلم فإنها لا تصحوا ولا تقبلوا أحسنتم من الكافر وأنها إذا كانت واجبة على العاقل فإنها لا تصحوا أحسنتم من المجنون وأنها إذا كانت واجبة على البالغ فإنها لا تجبوا على أحسنتم الصغير الذي لم يبلغ وقد عرفنا أيضا أن هذا الصغير الذي لم يبلغ لها قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة أمر تعويد وتدريب عليها وأن هذا الطفل إذا بلغ سن التمييز وهي سن السابعة فإنه ينبغي بل يجب على وليه أن يأمره بالصلاة لكي يعتاد عليها أما إذا وصل إلى سن العاشرة وكان يتهاون ويتكاسل في هذه الصلاة فإنه يؤدبه بما يراه مناسبا وحتى يعتاد على الصلاة وتألف نفسه هذه الصلاة ويدل لذلك حديث عبد الله عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع وأخذنا أيضا حكم تارك الصلاة وذكرنا أن ترك الصلاة المفروضة أمر محرم وكبيرة من كبائر الذنوب لماذا؟ لأن هذا يستدرج غضب الرب عز وجل وتحل عليه عقوبة الله سبحانه وتعالى وأيضا أن مصير تارك الصلاة هو إلى النار كما قال سبحانه ما سلككم في سقر أي ما سلككم في هذه أو ما أدخلكم في هذه النار قالوا لم نكوا من المصليين الآن إخواني وأخواتي ننتقل إلى درسنا الجديد والذي سيتحدث عن صفة الصلاة وكما ذكرنا أن هذا الدرس بإذن الله سيكون على ثلاثة أجزاء اليوم سنأخذ الجزئية الأولى لا شك إخواني وأخواتي أن الصلاة أمرها عظيم وأنها أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة فإذا استشعر الإنسان عظم هذه الصلاة فإن هذا يقوده إلى الخشوع في الصلاة تخيل أيها الإنسان أنك في هذه الصلاة تقف بين يدي الله عز وجل وتناجي الله سبحانه وتعالى لذلك وجب عليك وأنت تقف في هذه الصلاة أن تترك أشغال الدنيا وأن تترك أمور الدنيا وتخشع وتطمئن في صلاتك حتى تكون مقبولة بإذن الله تعالى نحن نعرف إخواني وأخواتي أن المسلمون حينما يصلون جميعا فإنهم يستقبلون أحسنتم يستقبلون القبلة وما هي القبلة؟ أحسنتم هي الكعبة المشرفة فالصلاة لا تصح إلا باستقبال القبلة الصلاة لا تصح إلا باستقبال القبلة لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة والآن نريد أن هنا نذكر بعض الطرق التي يعرف بها الإنسان اتجاه القبلة فالإنسان يستطيع أن يعرف اتجاه القبلة إذا رأى ماذا؟ أحسنتم محاريب المساجد فلو كان مثلا في المدينة أو في المحافظة أو في القرية ولا يعرف أين القبلة فبمجرد أن ينظر إلى محراب المسجد فيعرف باتجاه القبلة إذا لم يكن لديه أو قريب منه مساجد فكيف يعرف باتجاه القبلة؟ دعونا ننظر إلى هذه الصور ونستطيع أن نعرف بعض الطرق التي يستطيع الإنسان أن يحدد بها القبلة نقول أحسنتم نعم ما تسمى بالبوصلة وهذه كانت تستخدم لتعريف أو لتحديد الاتجاهات فإذا عرف الإنسان الاتجاهات عرف مكان وتحديد القبلة الآن تطور هذا العصر وتطور هذا الوقت وأصبح الإنسان يستطيع أن يعرف تحديد القبلة من خلالي أحسنت من خلال هذه الأجهزة الذكية من خلال أجهزة الجوال وغيرها فيستطيع أن يحدد القبلة من خلال هذا الجوال أو من خلال هذه الأجهزة الذكية إذن هذه بعضا من الأمور التي يستطيع الإنسان أن يحدد بها اتجاه القبلة الصحيح الآن دعونا نستمع إلى هذا الحديث ثم بعد ذلك نستكمل الدرس يقول عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي صلوا كما رأيتموني أصلي إذن من خلال هذا الحديث نعرف أن رسولنا عليه الصلاة والسلام قد أرشدنا إلى أن نصلي كما كان هو يصلي صلوات ربي وسلامه عليه لكن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الصلاة هذا بإذن الله تعالى ما سنتعرف عليه في درسنا اليوم أول فعل يفعله الإنسان حينما يريد أن يصلي هو أن يكبر أحسنتم تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام وتكبيرة الإحرام ماذا؟ هل هي واجب أو سنة أو ركن؟ أحسنتم تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة ركن من أركان الصلاة بمعنى أن الصلاة لا تصح إلا بها فإذا ابتدأ الإنسان الصلاة فإنه يبدأ أولاً بتكبيرة الإحرام لأن دخولك في الصلاة يكون بتكبيرة الإحرام وخروجك من الصلاة يكون بالتسليمتين إذن فأول ما يفعله الإنسان حينما يريد أن يصلي هو أن يكبر تكبيرة الإحرام ويستقبل طبعاً يستقبل القبلة أولاً ثم يرفع يديه لتكبيرة الإحرام ورفع اليدين له صفتان الصفة الأولى أن تكون كفاه حذوى منكبيه حذوى منكبيه بمعنى أن يكبر حينما الآن هو واقف سيصلي فيقول الله أكبر يقول الله أكبر إذن تكون الكفان ممدودتي الأصابع وإلى حذو المنكبين إلى حذو المنكبين الله أكبر هذه الصفة الأولى إذن الصفة الأولى أن يرفع يديه ممدودتي الأصابع حتى تكون كفاه حذوى منكبين الصفة الثانية الصفة الثانية أن يحاذي بيديه أن يحاذي بيديه أطراف الأذنين بهذه الطريقة أن يحاذي يديه أطراف الأذنين إذن اليدين تكون إلى أطراف الأذنين الله أكبر إذن إن فعل هذه الطريقة فهي صحيحة فقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو إن فعل هذه الطريقة أيضا فقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم إذن يرفع يديه بأي صفة شاء من الصفتين ويقول الله أكبر وبذلك يكون قد دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام الآن ننتقل إلى هذا النشاط الآن ننتقل إلى هذا النشاط ونريد أن نحدد الصورة الصحيحة لصفة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام من الصور التالية فأين هي الصورة الصحيحة الموافقة للسنة؟ الصورة الأولى أحسنتم ليست كذلك الصورة الثانية أحسنتم ليست كذلك وإنما الصحيحة هي الصورة الثالثة وهذا رافع يديه إلى حدو منكبي إذن الصورة الصحيحة هي الصورة الثالثة ننتقل الآن عند الركن الثاني من أركان الصلاة وهو ركن ماذا؟ أحسنتم القيام ركن القيام فالقيام ركن من أركان الصلاة وهذا القيام له صفتان طبعاً القيام أن يكون الإنسان قائماً واقفاً ولكن أين يضع يديه حينما يكون واقفاً وبعد أن يكبر تكبيرة الإحرام؟ هل يضع يديه جانباً أو في الأعلى أو أين يضع يديه؟ له صفتان الصفة الأولى وتسمى صفة الوضع وتسمى صفة الوضع وهو أن يضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى وعلى الرسغ والساعد على صدره وهذه صفة الوضع كما في هذه الصورة كما في هذه الصورة بأن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى بهذه الطريقة هذه تسمى صفة الوضع تسمى صفة الوضع وضعها وضعاً إذن هذه هي صفة الوضع وأما تفاصيل اليد فكما هو موضح في الصورة هذا ما يسمى بالكف يسمى بالكف والرسغ هو المفصل ما بين الكف والساعد هذا المفصل نسميه الرسغ نسميه الرسغ وأما الذي في الأسفل فهو الساعد هذا يسمى الساعد يسمى الساعد عرفنا الآن تفاصيل اليد إذن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى فهذه تسمى صفة الوضع هناك صفة أخرى أيضا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صفة القبض وذلك أن يقبض يده اليسرى بيده اليمنى على صدره وتكون الطريقة كما في الصورة الأولى بأن يقبض يده اليمنى أو بكفه اليمنى على كفه اليسرى على كفه اليسرى وهذه تسمى صفة القبض فلو وضعها هكذا وضعا أو قبض على كفه اليسرى بهذه الطريقة فكل الطريقتين صحيحة وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيما يتعلق بصفة وضع اليدين في حال القيام فإذا قام ووضع يديه بأي صفة بصفة الوضع أو بصفة القبض فإنه ينظر في قيامه إلى موضع أحسنتم إلى موضع سجوده ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وهذا نسميه أحسنتم نسميه دعاء الاستفتاح نسميه دعاء الاستفتاح ثم يقول سرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ صورة الفاتحة وصورة الفاتحة هي أيضا أحسنتم ركن من أركان الصلاة ركن من أركان الصلاة وبعد أن يقرأ الفاتحة يسن له أن يقرأ صورة أخرى بعد الفاتحة أو آيات متعددة فيسن له قراءة صورة أو آية وإذا كان الإنسان إماما فإنه يجهر في الركعتين الأوليين في صلاة أحسنتم الفجر والمغرب والعشاء إذا كان إماما سن له أن يجهر في صلاة الفجر وصلاة المغرب وصلاة العشاء في الركعتين الأوليين ويسر في الركعتين الأخريين وإذا كان في صلاة الظهر أو صلاة العصر فإنه يسر في الصلاة وأما المنفرد والمأموم فلا يجهر بالصلاة المنفرد إن جهر في الصلاة الجهرية جاز له ذلك وإن لم يجهر أيضا جاز له ذلك إذن هذا ما يتعلق بالمصلي في حال القيام الآن نريد أن نحدد الصورة الصحيحة لصفة القيام هل هي الصورة الأولى؟ هذه الصورة أحسنتم ليست صحيحة الصورة الثانية أيضا ليست صحيحة الصورة أحسنتم الثالثة هي الصورة الصحيحة ونضع في أسفلها علامة الصح الآن نريد أن نتشارك وإياكم في تطبيق ما تعلمناه من صفة الصلاة ونسجل ما نلاحظه وما يقع فيه المصلين من أخطاء أو في أثناء التطبيق فنقول نعم أحسنتم من الأخطاء التي ربما تقع من المصلي هو عدم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام بالشكل الصحيح أيضا من الأخطاء التي ربما يقع فيها الإنسان عدم وضع الكف اليمنى على ظهر الكف اليسرى في القيام يعني لا يضع إما على صفة القبض أو على صفة الوضع الآن إخواني وأخواتي ننتقل إلى التقويم ونتشارك في حله يقول أحدد على الصورة الكف والرسغ والساعد الكف أحسنتم هو الذي في الأعلى والمفصل ما بين الكف والساعد يسمى أحسنتم الرسغ والذي في الأسفل يسمى أحسنتم الساعد في السؤال الثاني نضع علامة الصح أو الخطأ أمام العبارات التالية الصلوات الجهرية ثلاث صلوات العبارة أحسنتم صحيحة ثانيا يقرأ دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام أحسنتم أيضا العبارة صحيحة الاستعادة والبسملة تقرأاني في الصلوات الجهرية دون السرية هذه العبارة أحسنتم خاطئة وإنما تكون في جميع الصلوات إذن إخواني وأخواتي أشكر لكم هذه المشاركات الرائعة والجميلة وبإذن الله نستكمل بقية صفة الصلاة في الدروس القانمة نلتقيكم على خير نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته